اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فروية البنطرون الاحمر او البنطرون الاحمر وارتداء للرجل المتزوج احيانا تدل على بعض التعب والجهد والمشقة واحيانا تدل هذه الرؤية ان انت شخص مبذر لاموالك طيب رؤية القميص الاحمر في المنام قميص الاحمر في المنام بالنسبة للرجل هذه الرؤية للأسف لها علاقة بالنواحي الايمانية قد يكون هذا الشخص مذنب قد يكون هذا الشخص بعيد عن الله سبحانه وتعالى واحيانا تدل يعني بعيدا عن قضية الايمان تدل احيانا على الخصومة تدل على الحقد والغيبة والنميمة وتدل احيانا على الفشل في بعض امور الحياة بالنسبة للفستان الاحمر للمرأة الحامل رزق وسعادة وشفاء من مرض ومولود جميل وليها علاقة بنوع الجنين ان الجنين ستكون انثى ان شاء الله انا لسه اذكر لك دلوقتي اللون الاحمر للرجال مش كويس اول ما دخلنا على النساء وهي المرأة الحامل قلنا ان الرؤية تدل على رزق وسعادة وشفاء ومولود جديد والمولود ستكون انثى ان شاء الله تبارك وتعالى طيب بالنسبة للبنت العزباء الفستان الاحمر يعني البنت العزباء تعتبر مشكلة في بعض الرؤى قد تكون جميلة وبعض الرؤى العكس بداية رؤية الفستان الاحمر دخول في علاقة جديدة هذه البنت مشاعرها صادقة هذه البنت سوف تتخطى بعض الازمات النفسية هذه البنت سوف تستقر في حياتها عموما كل ده المحمود طب ايه المزموم اللي ممكن يكون للبنت العزباء بعض الخلافات العاطفية رؤية الفستان الاحمر للبنت العزباء طيب بالنسبة للمرأة المتزوجة ارتداء الفستان الاحمر حظ جيد ما احنا متفقين النساء اللون الاحمر في السياب جميل جدا حظ جيد بالنسبة للمرأة المتزوجة ارتداء الفستان الاحمر احيانا تدل على زوال المشاكل المادية تحقيق بعض المكاسب المادية او ربما رزق واسع وقيل ان اللون الاحمر للمرأة المتزوجة له علاقة بالحب الكبير الذي بينها وبين زوجها واحيانا ارتداء الفستان الاحمر او هذه الرؤية تبشرها بالحمل ان شاء الله تبارك تعالى فستان الاحمر يا جماعة للمرأة المتزوجة من ضمن المعاني غير اللي ذكرتها دي هذه الرؤية تدل على التفاؤل وتدل على التخلص من الافكار السلبية وتدل على الطاقة والحيوية كل ده للمرأة المتزوجة ايوة فملخص الموضوع الثياب الحمراء للرجال مكروهة اما بالنسبة لجميع النساء محمودة جدا تظلونا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا